وحول أهم ما شهده المؤتمر الصحفي لوزيرة الدولة والهجرة حول نتائج مؤتمر المصريين في الخارج ينقله لنا الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري إليك تحياتي لكم متابعين الكرام من أمام مقر وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية حيث انتهاء المؤتمر الخاص بالسفيرة سهى جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتي استعرضت من خلال هذا المؤتمر العديد من المحاور والتوصيات وأيضا نتائج مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة هذا المؤتمر الذي جاء بعدد من المحاور والمبادرات والإنجازات الخاصة بالوزارة يأتي من بينها أيضا التيسير على المصريين بالخارج في العديد من المجالات إذا تحدثنا أيضا عن طرح الوحدات السكنية والأراضي وأيضا الاستمارة الخاصة بالمعاش بالدولار وأيضا العديد من المبادرات الأخرى هناك مبادرة تتكلم عربي أيضا لتشجيع المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية وأيضا الهوية المصرية وأيضا هناك العديد من الملفات الأخرى والمحاور المختلفة تيسير إجراءات أيضا التغنيد على المصريين بالخارج وأيضا تيسير عدد من الإجراءات الأخرى والتوثيق الخاصة باستراد السيارات من الخارج للمصريين وأيضا العديد من المجالات الأخرى والملفات والمحاور المختلفة التي استعرضتها الوزيرة اليوم من خلال إنجازات الوزارة وأيضا جاءت كتوصيات أمام مجلس الوزراء من خلال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة عودة لكم مرة أخرى